منذ أيام وهذا المسلسل يعود ليطالع عدد كبير من الناشطات والناشطين منهم من طالتهم إذن الرصاصات ومنهم من نجوا ومنهم من هدد مباشرة بأنه سيكون عرض لهذه الاغتيالات فمنذ أيام والبصرة تعيش ما وصفه مواطنوها بحمام الدم الذي أعاد مشهد اغتيالات الناشطين العراقيين آخر هذه الحملات التصفية استهداف الطبيبة والناشطة الدكتورة رهام يعقوب وهذه صورتها والتي أطلق مسلحون النار عليها الطبيبة رهام كانت برفقة ثلاث سيدات أخريات في سيارتها وسط البصرة عند استهدافها ما أدى لمقتلها ومقتل صديقتها أيضا كذلك تعرض المتظاهر والناشط فلاح الحسناوي الرسام وخطيبته أيضا لمحاولة اغتيال إثر إطلاق نار من مجهولين ما أدى لوفاة الفتاة وإصابة الحسناوي بسبع طلقات ما زالت مستقرة في جسده أيضا هذا يأتي بعد أيام قليلة من مقتل تحسين أسامة الخفاجي على يد مسلحين مجهولين في البصرة أيضا وكان سبقه اغتيال الناشط ياسر كاظ في بغداد قبل عدة أيام كما شهد الشهر الماضي مقتل الباحث في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشم من شرق بغداد أيضا على يد المسلحين فيما مواطن آخر مجهول قتل داخل سيارته في منطقة الكرمة شمال البصرة وهنا لابد من الإشارة إلى أن مسلسل الاغتيالات شمل 11 محاولة اغتيال فاشلة طالت ناشطين وحقوقيين فضلا عن عمليات الخطف والتعذيب بينها محاولة اغتيال الناشط زيدون عماد الذي نصب خيمة نازل آخذ حقي وسط العاصمة وكان من أوائل المعتصمين في ساحة التحرير إضافة أيضا إلى نجاة النشطاء لوديا ريمون وعباس صبحي ورقية الدوسري من محاولات اغتيال وسط البصرة ووجهت أصابع الاتهام إلى ميليشيات موالية لإيران فيما أطلق واسم البصرة تذبح وجبناء الكواتم استنكارا طبعا لما يحصل من ترهيب للناشطين والأصوات المناهضة لإيران